أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طلبتنا الأعزاء نلتقي معكم في المحاضرة والحصة التاسعة من سلسلة حصص وحدة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية والمتعلق بالستاسية الأول المجموعة إف شعبة القانون وكنا قد تطرقنا في الحصة الماضية إلى الأنظمة القانونية الإسلامية وخاصة في مجال الأحوال الشخصية والمعاملات المالية وأيضا في مجال ما يتعلق بالحقوق الدولية وطبيعة الحال تتمة لما سبق التطرق إليه في المحاضرة السابقة سنتطرق في هذا المحور الذي سيكون محورا لهذه الحصة للنظام القانوني الإسلامي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والحقوق الدولية والحقوق القضائية في المطلب الأول سنخصصه للحديث عن الحقوق الدستورية في الشريعة الإسلامية ثم سنخصص المطلب الثاني للحقوق الاقتصادية والمالية في الشريعة الإسلامية ثم سنخصص المطلب الثالث للقانون الدولي الإسلامي على أساس أن المطلب الرابع والذي سيكون في الحصة المقبلة سنتطرق فيه للحقوق القضائية أو النظام القضائي الإسلامي إذن كما سرون بأن الشريعة الإسلامية هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان لكل زمان ومكان وبالتالي فهي جاءت شاملة ومشاملة على جميع الأنظمة التي يمكن أن تنظم حياة المسلمين في بلاد الإسلام ولذلك فهي جاءت بمجموعة من القواعد أو الشرعية مجموعة من القواعد الشرعية التي تنظم أحوال الناس في المجتمع الإسلامي ومن بين تلك الحقوق والأنظمة القانونية نجد كما رأينا سابقا نظام الأحوال الشخصية والذي لم يعرف بهذا الإسم إلا حديثا وكان الفقهاء المسلمون يتناولون موضوع الأحوال الشخصية في عدة أبواب وأقصام مختلفة كباب الطلاق وباب الزواج وباب الوصايا وباب الهبات وباب الإرت إلى غير ذلك من الأبواب أو الكتب التي كانت تناول كل موضوع من مواضيع الأحوال الشخصية على حدة كذلك في مجال المعاملات المالية حيث لم تعرف بالقانون المدني كما هو معروف حاليا ولكن الشريع الإسلامي عالجت كل مواضيع القانون المدني لكن في تسميات مختلفة حيث عالجت العقود عقدا عقدا كعقد الهبا وعقد الوديع وعقد المزارع إلى غير ذلك من أنواع العقود وكذلك نظمت الالتزامات في إطار ما يسمى بالضمانات والضمان وغير ذلك من المسائل التي قامت الشريعة الإسلامية بتنظيمها تنظيما محكما وبالتالي مكنها من أن تكون صالحة لكل زمان ومكان وفي هذه الحصة سنتناول بعض الأنظمة الإسلامية التي تدخل ضمن القانون العام ومنها الحقوق الدستورية والسياسية والحقوق الاقتصادية والحقوق الدولية والذي نقصد به هنا النظام القانوني أو الإسلامي الدولي والحقوق الاقتصادية نقصد بها القانون الاقتصادي الإسلامي والحقوق الدستورية نقصد بها هنا يعني بلاد الإسلام وتنظيمها دستوريا أول شيء يعني يجب التطرق إليه وهي الحقوق الدستورية في الشريعة الإسلامية هل الشريعة الإسلامية فعلا عرفت الدستور كما نعرفه حاليا لا بد من أن نستقصي عن مفهوم الدستور أولا أن الدستور لفظ غير عربي فهو فارسي الأصل يعني هذا اللفظ هو لفظ فارسي انتقال إلى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية ويعني فيما تعنيه هذه اللفظة الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند والذي تجمع فيه قوانين الملك وتطلق أيضا على الوزير كما يراد بها لغة عدة معاني من أهمها القاعدة أو الأساس الذي يبنى عليه الشيء وأكثر مما تستخدم هذه الكلمة في عالمنا المعاصر في مجال السياسي ويراد بالدستور استلاحا القانون الأعلى في الدولة وهو مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطتها وطريقة توزيع هذه السلطات وبيان اختصاصاتها وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم فهو إذن بمثابة أبو القوانين التي تنبثق منه بقية القوانين التي تحكم المجتمع في مجالاته المتعددة كافة حيث ينص فيه على شكل الدولة وشكل الحكومة ونظام الحكم والسلطات العامة في الدولة فيبين ما السلطة العامة وكيفية توزيعها وكيفية تكوينها واختصاصات كل سلطة وحدودها وعلاقة بين السلطات وصلاحية كل السلطة وكيفية الرقافة على السلطات وحقوق الأفراد والجماعات الأساسية وواجباتهم وحرياتهم وضمانات حفظ ذلك وعلاقة الدولة مع الدول الأخرى وغير ذلك من المسائل التي يتضمنها الدستور وكل ذلك نجده منظم في إطار الشريعة الإسلامية لكن بتسميات مختلفة عن تسمية الدستور التي لم تظهر إلا حديثا بعد أن دخلت اللغة العربية عبر اللغة التركية من اللغة الفارسية إذن فالشريعة الإسلامية عرفت ما يصطلح عليه بالحقوق الدستورية لكن لم تكن مجتمعة ومجمعة في إطار واحد يعتد به لكن وانطلاقا من دراسة الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي نجده بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نظم أحوال المدينة المنورة فيما كان يطلق عليه بوثيقة المدينة حيث تضمن مجموعة من البنود التي نظمت أحوال الناس في المدينة وكان ذلك إذانا باتخاذ قانون لتنظيم أحوال الناس داخل المجتمع الإسلامي ومن المصادر الشرعية للدستور الإسلامي نجد أولا القرآن الكريم الذي فيه الإرشاد والدلالة على الخير كله في الدنيا في أمور الدنيا والآخرة كلها والذي ضمنه الله الهداية والسعادة لمن اتبعه وجعله إمامه وأمامه ولم يجعله خلفاه أو تابعا بحيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وذكر في القرآن الكريم مجموعة من الأحكام التي تدل على أن الملك لله سبحانه وتعالى وأن الناس مستخلفون في الأرض وأن الجميع يجب أن يتجنب البغداء فيما بين الناس وأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان واتباع المعروف وكذلك يعني مجموعة من القواعد والإرشادات التي جاء بها القرآن الكريم والتي توحي بأن السلطة في الإسلام والدولة في الإسلام هي يعني ليست من أجل السلطة ومن أجل التسلط والسلطة ولكن من أجل تنظيم أحوال الناس وإرشادهم لما فيه صلاح المجتمع الإسلامي كلها ثانيا سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهي التفسير العملي لما جاء في كتاب الله تعالى وقد أوجب الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بل علق الإيمان بتحكيم الرسول في كل شيء من شؤون المسلمين وأقسم على ذلك بذاته فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سنة الخلفاء الراشدين وهم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم حيث قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدين فقد وطدوا رضي الله عنهم دعائم الدولة وانتقلت السلطة في مدة ثلاثين سنة إلى أربعة خلفاء كل منهم بطريقة مباينة لبقية الطرق وهو ما أوجد قدرا من السوابق الدستورية التي تثري هذا الباب من العلم مما تقدم يمثل المصادر أصلية للدستور وهناك ما يعد من قبيل المصادر التباعية التي لا تستقل بإفادة المطلوب وإنما لا بد من اعتمادها على المصادر الأصلية وهي الشهادات المشاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدوين الدستور الإسلامي التدوين لا يحتاج الناس إليه في كل أحوالهم بل يحتاج إليه عند توافر شروط معينة ومن أهم دواعي تدوين الدستور عند شعب من الشعوب أن لا يكون لهذه الشعوب مصادر قانونية تحظى بالاحترام والتقدير من الشعب جميعه وحينئذ يكون الاتفاق على وثيقة أي دستور يتفق عليها الناس تقود النظام السياسي للبلاد مخرجا من التفرق والتناحر الذي يمكن أن تنجرف إليه كل طبقات المجتمع في حالة عدم وجود مثل تلك الوثيقة حيث تحدد الوثيقة الحقوق والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقات بين مكونات المجتمع سواء الأفراد أو الجماعات أو الحكومة ومن البين أن الدول الإسلامية تنفرد عن بقية دول العالم بخاصية لا توجد في دولة غيرها وذلك أن الدولة الإسلامية لها دين محفوظ معلوم المصدر له في كل ما ينزل بالمجتمع والجماعة والأفراد حكمه وهدايته ويتمتع حكم الإسلام وهدايته بالاحترام والتقدير والتقدير من كل نفس تشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن ثم فليس هناك دواع موضوعية لكتابة دستور إذ يكفي في ذلك نشر العلم بالفقه السياسي وتفعيل دور مؤسسة الحسبة في الجانب السياسي لكن لو اختار الناس أن يكون للبلد دستور مكتوب فليس هناك ما يمنع من ذلك إذا كان الدستور يحافظ على الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة الشرعية وهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كانت سياغة الدستور تحدث من قبل علماء الشريعة أو تحت إشرافهم الكامل كما قلنا قبل قليل بأن تدوين الدستور عند شعب من الشعوب يعني هو في الأصل يكون لجمع شمل هذا الشعب ومنع أي تفرق أو تناحر فيما بين مكونات الشعب الواحد ولذلك يكون الاتفاق على وضع وثيقة دستورية أعلى تحكم العلاقات داخل هذا الشعبي الواحد لكن ما يميز الشعوب أو ما يميز الأمة الإسلامية أنها أمة تشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق لكل الناس وأن رسول الله سبحانه وتعالى هو مبلغ لرسالته وأن ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى يجب اتباعه حرفيا وبالتالي فإن هذه الأمة الإسلامية متميزة عن باقي الأمم في كونها موحدة من حيث الأساس الشرعي وبالتالي يمكن وضع دستور انطلاقا من القرآن والسنة ويمكن أن لا يتم وضع هذا الدستور ويتم اللجوء إلى القرآن والسنة لأنهما الدستور الأصلي للمسلمين ومن جهة أخرى فإنه ليس هناك أي مانع يمنع من وضع يمنع دولة أو يمنع شعبا من الشعوب الإسلامية في أن يضع وثيقة دستورية لصياغة بعض الأحكام التي يمكن أن تكون بعض الأحكام التي تؤدي إلى التفرق وبالتالي يتم جمعها في وثيقة الدستور على أساس أن هذه الأمة تتبع دستور الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة من خلال أنه عند صياغة هذه الوثيقة الدستورية يتم ذلك عبر إشراف الكامل لعلماء الشريع حتى لا يكون هناك أي تناقض فيما بين تلك الوثيقة وبين الدستور الأسمى للأمة وهو القرآن الكريم هنا نعالج موضوع الدولة والسلطة باعتبارهما شيئين متعلقين بالقانون الدستوري للدولة باعتبارها إطار يجمع أمة من الناس معاني تميزها عن غيرها من الأطر الاجتماعية الأخرى كالتجمعات البدوي في الصحراء أو التجمعات القبلية أو التجمعات النقابية أو الطلابية أو التنظيمات الحزبية وغيرها من الجمعات الأخرى فالدولة لغة من فعل دولة بمعنى انتقل من يد إلى يد أو من مكان إلى مكان تقول تداول الشيء أي حصل في يد هذا طارة وفي يد هذا طارة أخرى ودالت الأيام بمعنى دارت والدولة هي انقلاب الزمان والعقبة في المال أما في الإصطلاح القانوني فالدولة هي مجموعة متجانسة من الأفراد تمارس نشاطها على إقليم جغرافي محدد تخضع لتنظيم معين ومن خلال هذا التعريف يمكن القول أن الدولة في النظام الدستوري تتكون من عناصر ثلاث الشعب والإقليم والسلطة الشعب والإقليم والسلطة هذه المكونات التي يتحقق من وجودها قيام الدولة في نظر الفقه القانوني وترتبط الدولة بمفهوم السلطة الشرعية المكلفة بحماية المصالح الاجتماعية عن طريق الإلزام بالقواعد والمبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية فالسلطة الشرعية بهذه الصفة تعتبر الهيئة التمثيلية المكلفة من الأمة تكليفا اختياريا لحماية مصالح البلاد والعباد وعلى أساس مجموعة من المبادئ وهي بمثابة الأسس لنظام الحكم في الإسلام وهي أولا كون الحاكمية لله الحاكمية لله وحده الحاكمية اسم مصدر من الفعل حكام بمعنى قضى يقال حكام بالأمر حكما أي قضى به وكون الحاكمية لله تعالى أن الله تعالى هو الحاكم على عباده وهو المتصرف في شؤونهم جميعا يقول الحق عز وجل على لسان نبيه يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من بواب متفرقة وما غني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون سورة يوسف الآية 67 حيث أراد بقوله إن الحكم لله أي أنني لا أستطيع أن أمنع عنكم شيئا مما قضى الله عليكم فالله هو الحاكم في الخلائق وهو صاحب القضاء في شؤونهم والأدلة على كون الحاكمية لله تعالى كثيرة نذكر منها قوله تعالى من الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة يوسف الآية 40 فالله سبحانه وتعالى قد حصر الحكم في نفسه وبين أنه وحده القاضي في أمور الخلائق كما بينا سابقا كما بينا سابقا ثانيا قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا سورة النساء الآية 60 جاء في سبب نزول هذه الآية أنه اختصم مشرك مع يهودي فقال اليهودي نختصم عند محمد لأنه لا يقبل الرشوة وقال المشرك نختصم عند كعب بن أشرف وهو من كبراء اليهود ذلك لعلم هذا المشرك أن كعبا يقبل الرشوة فيرشوه فنزلت هذه الآية تشنيعا على المشركين الذين يطلبون الحكم عند غير الله تعالى ويلجأون إلى بشر مثلهم يشرعون لهم قوله تعالى أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء الآية 65 أن الله تعالى قد رهن الإيمان بالتحاكم إلى شرعه هو وحده مما يدل على اختصاصه عز وجل بالحكم والتشريع وعلى ذلك فإن الحاكمية في الإسلام شرع الله تعالى قد أوكل تطبيق هذا الشرع للدولة نفسها ممثلة في السلطات الحاكمة فيها حيث أمر الله تعالى رسوله بأن يحكم بما أنزل الله على اعتباره ولي أمر المسلمين في ذلك الوقت فقال وإن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم سورة المائدة الآية 49 وإذا كان الأمر لرسوله باعتباره حاكم المسلمين فهو لكل حاكم يكون من بعده وإذا كان التشريع الإسلام هو ثابت في أصوله مارن في فروعه كما هو معلوم فإن هذا يعني أن يشهد أولو الاختصاص في إنزال أحكامه على الوقائع النازلة والقضايا الحادثة لقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يصنبطونه منهم سورة النساء آية 83 من المبادئ الأخرى لنظام الحكم في الإسلام الشورى الشورى لغة وهي الأمر الذي يتشاور فيه قال الراغب التشاور والمشورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم شرط العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه وشرط العسل وأشرطه أخرجته والشورى مشتقة من الفعل شورى وهي استخراج الرأي وتقليبه والشورى استلاحا طلب الرأي من أهله وإحادة النظر فيه وصولا إلى الرأي الموافق للصواب والتعريف تدور كلها حول استنباط الرأي واستخراجه من أجل تحقيق هذه الغاية التي تحقق للأمة المؤمنة ما ينصلح بها حالها ويستقيم بها به نظام الفرد والمجتمع والدولة فالشورى ليست إلا جزءا بمنهاج الله الذي لا تستقيم أمور الناس بدونه والذي جاء ليعالج واقع الإنسانية في شتى مجالات الحياة وبممارسة الشورى يكون الإنسان قد أدام سؤوليته وأمانته التي يحاسب عليها في الدنيا والآخرة والشورى مشروعة بالكتاب والسنة وقد ذكرت في موضعين من القرآن الكريم بكل موضع منهما دلالته القوية على وجوب هذا المبدأ الهام من مبادئ الإسلام أما الموضع الأول من هذين الموضعين فهو قول الله تعالى مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أهل إعمران الآية 159 وكذلك في الموضع الثاني عندما قال الله سبحانه وتعالى ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى لذلك للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يشنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون الشورى الآية 36 إلى 38 والذي يتأمل في هذه الآية المباركة وينظر في تركيبها يجد أن الله قد ذكر الشورى كصفة من صفات عباده بين ركنين أساسيا من أركان الإسلام هما الصلاة والزكاة وهذا يدل على أهمية الشورى بحيث أنها سميت هذه الصورة بصورة الشورى والشورى في الإسلام لها أهمية كبرى على الاعتبار أنها هي أساس الحكم في الإسلام بحيث أن بين المسلمين يجب أن يتشاوروا فيما بينهم على أي مقتضى قانوني يرغبون في تطبيقه أو أي مقتضى شرعي يمكن أن يطبق على أساس دنيوي أو أخراوي في المجتمع الإسلامي ثم مبدأ آخر وهو مبدأ العدل والمساواة المساواة هي أساس العدل والعدل وأساس الملك ولذا كانت مبدأا عما يطبق على الرعية داخل الدولة وبين الشعوب على الصعيد الدولي كركن أساسي من سياسة الإسلام الخارجية دون حيف أو محابات أو تمييز بلون أو عنصر أو لغة أو اختلاف في الدين وغير ذلك ومن أدلة مشروعية العدل والمساواة في الإسلام قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاءه للقربة سورة النحل الآية 90 فالنص صريح في الأمر بالعدل بل هو أمر مباشر في ذلك حيث استعمل الحق عز وجل لفظ يأمركم للتأكيد على إقامة العدل وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سورة النساء الآية 58 وقوله صلى الله عليه وسلم أنتم بنوا آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكنن أهون على الله من الجعلان الذي تدفع بأنفها أنتن سنن أبو داود هذا الحديث يقرر مبدع العدل والمساواة بين الناس حيث يبين أن أصل الناس واحد وعلى ذلك فلا مجال للتمييز أحد على أحد بأي سبب من أسباب التمييز المساواة بين الناس في الحقوق نائش رضي الله عنها أن أسامة تنكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلوك من كان قبلكم إنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريفة والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها حماية كرامة الإنسان هذه أيضا من مبادئ الأساسية لنظام الحكم في الإسلام بحيث لا يجوز إهدار كرامة أحد ولا إباحة دمه إلا بحق سواء كان مسلما أم كافرا لأن العقاب إصلاح وزجر ولا تنكيل وإهانة قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الإسراء الآية سبعون وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداء إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحرية الإنسانية أيضا من المبادئ الأساسية فالحرية ملازمة لكرامة الإنسانية فلا إكراها في الدين وقد رغب الإسلام في حرية الفكر والقول السديد وحرية الرأي والنقد الهادف قال سبحانه وتعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الآية 256 سورة البقرة وقال الله تعالى قل انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون يونس الآية 101 كل هذا يعني بطبيعة الحال يدل على أن نظام الحكم في الإسلام قائم على العدل والمساواة وحماية الإنسان في كل مناحي حياته وكذلك في كل المناحي الأخروية وجزاؤه وجزاء الإحسان الإحسان وكذلك أن حماية كرامة الإنسان هي أولوية قصوى بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي كذلك حماية الحرية الإنسانية بحيث أن لا إكراه في الدين ما دام أن لكل شريعته التي يحتكم إليها وبالتالي فإنه لا يمكن لأي كان أن يرغم أي كان على اتخاذ أو على الدخول في الإسلام أو أن يقوم بعبادة ما تعبد طبيعة الحال فلكل الإنسان حر في العبادة التي يعني يمارسها طبيعة الحال مع الدعوة إلى الإسلام دائما لأن لا إكره في الدين فقد تبين الرشد من الغيء فمن يكفر بالطاغوت وإمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لأنه تبين بأن الإسلام هو الدين القيم وهو خاتم الديانات وبالتالي فإن من يكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقة بعدما عالجنا الحقوق الدستورية طبيعة الحال في الإسلام وقلنا بأن في الإسلام لا يوجد الدستور بالمفهوم الحقيقي يعني لهذه الكلمة التي ظهرت في البلاد فارس وانتقلت إلى بلاد المسلمين عبر اللغة التركية قلنا بأن هذا المصطلح لا وجود له ولكن يوجد ما يتضمنه هذا الدستور من حقوق وواجبات من مكونات أساسية له توجد في النظام القانوني الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية بحيث أن جميع العناصر التي يتكون منها مثلا الحرية الإنسانية فموجودة في الدين في الشريعة الإسلامية مكونات متعلقة بولي الأمر والحاكم موجودة في الشريعة الإسلامية وبالتالي فخلاصة القول في هذا الجانب أن الإسلام عرف ما يعنيه الدستور من مختلف الجوانب التي تدخل فيه وبالتالي فالدين الإسلامي هو دين شامل وصالح لكل زمان ومكان جاءت الشريعة الإسلامية شاملة لكل النظم التي تحكم الفرد والمجتمع والدولة ومن هذه النظم النظام الاقتصادي بعدما عالجنا النظام الدستوري الآن سنعالج النظام الاقتصادي بحيث أن الشريعة الإسلامية وإن لم تعرف ما يعرفه الحاليا بالاقتصاد أو بالنظام الاقتصادي إلا أنها عارفت النظرية العامة للاقتصاد كما هي متعارف عليها حاليا الذي يعتبر تطبيقا عمليا للنظرية الإسلامية في الاقتصاد والهدف الرئيسي منه تحقيق العدالة الاجتماعية لا في مجال صورته الاقتصادية فحسب إنما في صوره المختلفة سواء في مجال المال أو في مجال العلاقات الإنسانية مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي مصطلح الاقتصاد الإسلامي ينقسم إلى كلمتين الاقتصاد والإسلامي والاقتصاد كلمة مشتقة من لفظ إغريقي معناه تدبير أمور البيت وبالرغم من إلى وبالرجوع إلى القواميس اللغة العربية نجد لها عدة معاني وإجمالا تعني الوسطية والاعتدال والاستقامة والاقتصاد الإسلامي استراحا هو مجموعة الأحكام والسياسة الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف المالك فيه ويقصد بمجموعة الأحكام النصوص الواردة في التشريع ويقصد بالسياسة الشرعية ما يسنه الحاكم أو ما تسنه الدولة من نظم يقصد بها تنظيم أحوال الفرد والمجتمع موافقة للتشريع غير معارضة لأحكامه ويقصد بالمال الذي ينتفع منه وله قيمة مادية بين الناس ويقصد بتصرف المالك فيه انتفاعه به أو بيعه عبر إنفاقه أو نحو ذلك من المعاملات المالية ولم ترد كلمة الاقتصاد بذاتها في آيات القرآن الكريم بل وردت بعدة صور ذات الصلة بها ومثال ذلك القصد في قوله وعلى الله قصد السبيل النحل الآية 9 بمعنى الطريق المستقيم مقتصدة في قوله عز وجل منهم أمة مقتصدة المائدة 66 بمعنى جماعة مؤتدلة وهم من أسلم أهل الكتاب قاصد في قوله وسفر قاصدا التوبة الآية 42 بمعنى صفرا متوسطا بين القريب والبعيد أقصد في قوله وأقصد في مشيك وأقصد في مشيك لقمان الآية 19 أي توسط أثناء سيرك بين الإسراع والإبطاء وعن أهمية النظام الاقتصادي في الشريعة الإسلامية فله أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع والدولة لأنه يسعى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع بروابط إنسانية وإلى تحقيق القوة المادية للدولة ومن أهم هذه الأهداف أولا تعزيز الروابط الاجتماعية يحرص النظام الاقتصادي على توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان ولأجل ذلك فرض الإسلام الزكاة لتسهم في تحقيق المعيشة لمحتاجين قال الله تعالى خل من أموالهم صدق التوبة الآية 103 ثم أيضا تحقيق التوازن الاجتماعي ثم تدعيم الحرية الاقتصادية أجازة الشريعة الإسلامية التملك الفردي للإنسان ما دام في إطار الشرعي ولكن نظامها الاقتصادي يخالف نظام الرأسمالي الذي يعد الملكية الخاصة هي الأصل وكذلك يخالف نظام الشراكي الذي يعد الملكية العامة هي الأصل ولأجل ذلك يعطي النظام الاقتصادي الإسلامي الفردة الحرية في القيام بجميع أنواع النشاط الاقتصادي ضمن دائرة التشريع رابعا تنظيم توزيع الثروة خامسا توظيف الموارد الاقتصادية ثم سادسا تحقيق القوة المادية للدولة يهدف النظام الاقتصادي في الإسلام إلى تحقيق الحد الذي يكفي الناس والدولة ويمنع الفقر مما يساعد على تحقيق القوة المادية والدفاعية للدولة بما يكفل لها الأمن والحماية ويدروا ويدروا عنها الأعداء المتربسين بها والمستنزفين لطاقاتها الاقتصادية وقدرتها العسكرية قال تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة منهج الاقتصاد الإسلامي يقوم المنهج الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة على جملة من الضوابط والمبادئ منها الالتزام بالقيم الإسلامية كالصدق والأمانة والإخلاص والعفو والتسامح والوسطية والوفاء والقيم السلوكي كالتعاون والتضامن والتكافل والرفق تجنب المعاملات الريبوية سواء كان ربال النسيئة أو ربال بيوع ثم تجنب البيوع غير المشروعة مثل بيع الغرر وبيع العين وبيع الكالي بالكالي وغيرها من أنواع البيوع المحرمة تطهير الأسواق من الاحتكار وضبط وترشيد الاستثمارات نحو المشروعات الأساسية التي يحتاج لها الناس وتقوم الصورة الكاملة للاقتصاد الإسلامي على عناصر أساسية القسم الأول عناصر ثابتة وهي العناصر التي تنظم علاقات التوزيع وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والخلافة العامة للإنسان على الأرض وهي عبارة عن أحكام منصوص عليها في الكتاب والسنة ومستنبطة من أهل الأحكام القسم الثاني عناصر متحركة في مجال التوزيع وتنظيم علاقاته تدعو الضرورة إليه حسب المستجدات والمتغيرات في عمليات الإنتاج وإيجاد فرص جديدة للاستغلال ثم القسم الثالث عناصر متحركة في مجال الإنتاج وتحسينه وتطوير أدواته وتنمية محصوله وهي عناصر متطورة ولا معنى لفتراض الثبات فيها وعليه فقواعد الاقتصاد الإسلامي تتشكل وفق ما يلي في باب التوزيع الأولى لمصادر الثروة الطبيعية فكل المصادر تدخل في القطاع العام ويكتسب الأفراد حقوق الانتفاع عليها على أساس العمل المباشر أما الثروات المنقولة في الطبيعة فتملك على أساس العمل المباشر لحيازتها ولا تنتقل إلا معاوضة أو إرثان أو لسبب آخر من أسباب النقل الملكية في باب الإنتاج فالإنتاج لخدمة الإنسان لا الإنسان في خدمة الإنتاج حيث تقسم الثروة المنتجة على أساس العمل والحاجة في باب الاستهلاك فيمنع ادخار النقد واكتنازه والاحتكار بجميع أنواعه ويجب أن لا تتجاوز مستوى المعيشة الفرد الرخاء العام للجميع إذن فالإسلام كقلاصة لهذا المطلب أن الإسلام عرف الاقتصاد أو ما يصطلح عليه حاليا بالنظام الاقتصادي من خلال مختلف المبادئ التي جاءت واضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التزام القيم الإسلامية سواء القيم الأخروية كالصدق والأمانة والإخلاص وغير ذلك من القيم وكذلك القيم السلوكية كالتعاون والتضامن والتكافل والرفق بالإنسان وكذلك تجنب المعاملات الربوية وتجنب البيوع المحرمة ومنع الاحتكار وإلى غير ذلك من صور الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي وإن لم يعرفوا الإسلام بهذا الإسم إلا أن كل المقتضيات والدوابط التي تحكم الاقتصاد فهي منصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الآن سنتطرق للحقوق الدولية في الشريعة الإسلامية أو ما يصطلح عليه بالقانون الدولي العام الإسلامي ما هو القانون الدولي العام الإسلامي؟ وهو مجموعة من القواعد والأحكام في الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها دار الإسلام في علاقتها مع الدول الأخرى ولم يستخدم الفقهاء المسلمون مصطلح قانون الدولي فهو مصطلح حديث غير أن هناك أحكام عالمية جاءت بها الشريعة الإسلامية تعتبر أساسا لما يسمى بالقانون الدولي ويتضح من هذا التعريف أن القانون الدولي الإسلامي يتميز بمجموعة من الخصائص أولا القانون الدولي الإسلامي هو جزء من القانون الدولي لدار الإسلام فمصدر القانون في دار الإسلام هو الشريعة حيث تعمل على تنظيم العلاقات لا بين الأفراد فيما بينهم فقط ولكن أيضا بينهم وبين الدولة وبين الدولة وباقي الدول والكيانات الأخرى ثانيا أساس التزام دار الإسلام هو الشريعة الإسلامية سواء في تنظيم علاقات الفرد مع غيره أو في تنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى يقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيالة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلال مبين الآية الثالثون من سورة الأحزاب وقوله تعالى أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الآية الثلاثة من سورة الأعراض ثانيا مصادر القانون الدولي الإسلامي مصادر القانون الدولي الإسلامي فهي إما مصادر أصليا من الكتاب والسنة أو تبعية وهي أراء أفقاء والعرف والمعاهدات سنذكر فقط من القرآن الكريم ومصدر الرئيس لجميع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها القانون الدولي الإسلامي حيث دل على مجموعة من الأحكام الجزئية كأسر الحرب قوله تعالى فذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا اتخذتموهم فشدوا الوثائق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن انتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم الآية الرابعة من سورة محمد ودل على مجموعة من الببادئ العامة كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يأعظكم لعلكم تذكرون الآية 9 من سورة النحر في السنة النبوية اجتملت السنة النبوية لمجموعة من الأحكام والقواعد متعلقة للدول الإسلامي سواء من خلال السنة القولية أو فعلية أو تقريرية التي جاءت على الرسول صلى الله عليه وسلم كما أننا نجد صوابق متعددة حول هذا الموضوع في معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم التي عقدها سواء مع اليهود أو أهل نجران أو أهل قريش وفي كتبه ورسائله لرؤساء الدول وفي أوامره لأمراء الجيش وغير ذلك من الرسائل التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع والتي كانت أساسا لهذا القانون الدولي الإسلامي ويتأسس القانون الدولي الإسلامي على مجموعة من الأسس التي يعني عبارة عن ضوابط وقواعد محددة أهمها الاعتراف أن الاختلاف بين بني البشر في الدين واقع بمشيئة الله تعالى فقد منح الله البشر الحرية والاختيار في أن يفعل ويدعى أن يؤمن أو يكفر ثانيا وحدة الأصل الإنسان والكرامة الآدمية انتلاق من قوله سبحانه وتعالى يا أيها النات إذنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الحجرات الآية 13 وقوله عز وجل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَتِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلَ الإسراء السبعين التعارف لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات الآية 13 وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة فالتعارف أساس دعا إليه القرآن وضرورة أملتها ظروف المشاركة في الدار أو الوطن بالتعبير العصري وإعمالا لروح الأخوة الإنسانية بدلا من إهمالها التعايش إذ أن حياة المتشاركين لا تقوم بغير التعايش سامح بيعا وشراءا قضاءا واقتضاءا وتاريخ المسلمين حافل بصور التعاون الراقي مع غير المسلمين التعاون كثير من القضايا العامة تشكل قاسما مشتركا بين المسلمين وغيرهم ويمكن التعاون فيها كما أن الأخطار التي تتهددهم معا ليست قليلا ويمكن أن تشكل هذه القواسم المشاركة منطلقا للتعايش والتعاون وأهم هذه القواسم المشاركة كما يلي أولا الإعلاء من شأن القيم الإنسانية والأخلاق الأساسية فالعدل والحرية والمساواة والصدق والعفة كلها قيم حضارية تشترك فيها الأديان والحضارات وترسيقها في المجتمعات في المجتمعات هدف مشترك يمكن التعاون عليه ثانيا مناصرة المستدعفين في الأرض وقضايا العدل والحرية ومحاربة الظلم ومن ذلك اضطهاد السود والملونين في أمريكا مثلا واضطهاد أقليات الدينية وسائر الشعوب المقهورة في فلسطين وغيرها من البلاد فالإسلام يناصر المظلمين من أي جنس ومن أي دين انتهت حصتنا لهذا اليوم من طبيعة الحال وسنتقل في الحصة المقبلة بحول الله تعالى وقوته وفي الحصة المقبلة سنتطرق للمطلب الرابع المتعلق بالنظام القضائي الإسلامي والتي سنتطرق فيه للتنظيم القضائي ومبادئ القضاء في الإسلام وكذلك نظام المحاكم واختصاصات القاضي وبعض الإجراءات القضائية هذه ستكون آخر محاضرة وسنقوم خلال هذه المحاضرة أيضا بإزداء بعض النصائح والتوجهات حول كيفية الإجابة على موضوع الامتحان هذا من جهات ثم سنقوم بتمرين عملي للإجابة عن نموذج تطبيقي حول هذا الامتحان إن شاء الله المرجو تتبع هذه المحاضرة التي ستكون أخيرة وهمة بحول الله تعالى وقوته شكرا على حسن إصائكم وإلى اللقاء في الحساء المقبلة بحول الله تعالى شكرا على المشاهدة